حرصت مملكة البحرين على تنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى في الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة والبديلة انطلاقا من استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع كفاءة استخدام أنظمة الطاقة وتوفير ما يقدر بـ 230 مليون دينار بحلول عام 2025 مملكة البحرين تمكنت بفضل ما تليه الحكومة الموقرة برئاسة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع في ملف الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في غضون سنوات قليلة حققت مملكة البحرين خطوات ملموسة ومتسارعة في ملف طاقة المتجددة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدة وترجمة لعمل الحكومة الموقرة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للتوسع في مجالات استخدام مصادر الطاقة المتجددة واستغلالها خير الاستغلال عبر السياسات والبرامج التي تم تجشينها خلال السنوات الماضية وبخاصة مع صدور الخطة الوطنية لاستخدام الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة عام 2017 وانطلقت مملكة البحرين في توجهها نحو الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة على اكثر من مسار فقد سعت الى دعم الشراكة مع المؤسسات الوطنية والاجنبية القادرة على العمل في مجالات استدامة ورفع كفاءة الطاقة كما تعاونت مع كبرى الشركات للاستثمار في مشاريع ذات الصلة ومضت قدما مع المؤسسات المصرفية المحلية للمساهمة في تمويل مشروعات استخدام الطاقة المتجددة ولعل من بين ابرز الجهود التي بذلت لتنمية المبادرات الرامية الاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة الموافقة على الانظمة المتعلقة بالطاقة الشمسية الموزعة على اسطح المنازل والمنشآت وبخاصة الحكومية التي دخلت حيز التنفيذ عام 2018 وشجعت العديد من الافراد والمؤسسات على استخدامها والسعي لبناء محطة طاقة شمسية بسعة اجمالية 100 ميجاوات بالاضافة الى اصدار دليل انشاء البيوت الخضراء وتأتي جميع هذه الخطوات والانجازات تحقيقا للخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة التي تم اعتمادها عام 2018 وتتضمن وعددا من الاهداف من ضمنها وضع هدف وطني للاعتماد على الطاقة المتجددة في البحرين بنسبة 5% من مصادر الطاقة في المملكة بحلول العام 2025 اذ ان استدامة المجتمعات العصرية والاقتصادية الحديثة تعتمد بصورة كبيرة على الاستخدام الامثلي للطاقة